هذه الصورة تداولتها وسائط التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وهي تفضح أمر هذه السيدة التي تدعي أنها مناضلة حقوقها بينما هي في الأمر الواقع تستفيد من سخاء أجهزة الاستخبارات الجزائرية أمينات حيدر التي تملأ العيون بالصحراء المغربية عويلا وصراخا بحجة دفاعها عن حقوق الإنسان تبدو في هذه الصورة هادئة مزهوة أمام غرفة رئاسية في فندق رفيع يصل فيه ثمن الليلة الواحدة إلى أحد عشر ألف دولار من تمويل جزائرية يغضق النظام الجزائري هذه الأموال على أمينات حيدر وعلى أمثالها من الانفصال هنا في الوقت الذي دخل فيه حراك الشعب الجزائري سنته الثانية والشعارات واحدة تغيير أسس النظام بما يمنح الكرامة للشعب ويرفع عنه الحجرة بصريح العبارة يطلب الشعب الجزائري توضيح مصير مقدرته ويتساءل عن عائدات النفط والغاز جزء من الجواب يوجد في هذه الصورة الفضيحة التي تسائل حكام الجزائر لماذا تدفع الأموال بسخاء إلى هذه السيدة وإلى أمثالها؟ من يدفع هذه الأموال بسخاء وبأي طريقة؟ هل من خزينة الدولة أو من الصندوق السوداء أو من مصادر أخرى؟ بل ولماذا دعم منظمة إرهابية؟ صورة بكل تأكيد تجعل النظام الجزائري في حرج كون قادة الحراك وعامة الشعب الجزائري سيطلبون التوضيحات اللازمة أمينة حيدر المزدادة بطاطة جنوب المغرب والمنحدرة من قبيلة أزرقيين نالت شهادة البكالوريا بمدينة العيون بالصحراء المغربية وتقمصت دور ضحية انتهاكات ماضي حقوق الإنسان قبل أن يتم تعوضها من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة وفي الخارج تلجأ إلى الحيال لتشتري عددا من الجوائز بفضل لوبيات ممثلة في منظمات غير حكومية مساندة للانفصال تمولها الأموال المسلوبة من الشعب الجزائري أمينة حيدر التي تقول إنها تدافع عن حقوق الإنسان لم تتحل على الإطلاق بالشجاعة اللازمة للتعبير عن استنكارها وتنديدها بالوضعية المأساوية التي يعيشها المواطنون المحتجزون بمخيمات تندوفة كما لم تندد قط بتحويل مساعدات إنسانية موجهة لهذه الساكنة المحتجزة من قبل النظام الجزائري كما لم تحتج على حالات الاختطاف والاختصاب والتعذيب ومختلف حالات الضغط والترهيب المرتكبة ضد ساكنة المنطقة